ونبتديها مع سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي أجرى بالأمس اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية والموقف التنفيذي للجهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت خصوصا أضرحة سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب ووجه بتطوير الأضرحة بشكل متكامل وأيضا الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام والأعمال الفنية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت خاصة أضرحة سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب حيث وجه السيد الرئيس بتطوير الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصلاة الداخلية بالمساجد وما بها من زخارفة معمارية وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات وذلك جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها كما تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة بدار القرآن الكريم وقاعة المقتنيات وقاعات المناسبات الملحقة بمسجد مصر فضلا عن أعمال ربط مقر القيادة الاستراتيجية بالطرق والمحاور الرئيسية المحيطة كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية وكذلك محاور النيل بالصعيد بالإضافة إلى جهود تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق الرئيسية وإقامة الخدمات المتكاملة بها حيث وجه السيد الرئيس بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية في إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية بهدف تحقيق السيولة المرورية وسلسة انتقال المواطنين مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة وكذا لاعتماد على أرقى التصميمات للمنشآت على جانبي المحاور وتزويدها بكافة الخدمات زي ما قلنا لحضراتكم مبارح كانت ذكرى العاشر من رمضان عشان كده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ويلعبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام في شهر رمضان المبارك ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية الوطنية ولتكون دستورا ومنهجا في بذل كل ما هو غال ونفيس من أجل رفعة وروقي ورخاء الوطن وأتوجه للشعب المصري بأسمى آيات التهنئة والتحية بمناسبة تلك الذكرى المجيدة داعيا الله أن يحفظ مصر أبية قوية قادرة على تخط الصعاب ويوفق أهلها وشعبها إلى سبيل المحبة والسلام أيضا بالأمس السيدة انتصار السيسي قريدة السيد رئيس الجمهورية هناك الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان وكتبت على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقالت كل عام وشعب مصر وقواته المسلحة بكل خير بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان اللي جسد فيه أبناء الشعب المصري ملحمة فداء للدفاع عن الوطن وتحرير أراضي وسيظل هذا اليوم رمزا للفخر والعزة والكرامة مكتوبا بحروف من نور في قلب التاريخ فيما حققته قواتنا المسلحة من نصر مجيد سيبقى درسا ملهما يعكس عبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل كمان القوات المسلحة احتفلت بذكرى نصر العاشر من رمضان وقال الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قال إن ذكرى العاشر من رمضان هي انتصار جسد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة في استرداد أرض سيناء المقدسة وأعاد لمصر أزتها وكرمتها وللأمة العربية شموخها وكبريائها وأنه سيظل يوما عظيما في تاريخ العسكرية المصرية العريقة دلوقتي نتابع مع بعض تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت إمبارح ومنها ترأس الدكتور مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع السادس للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 اللي حيوقد في شهر نوفمبر اللي جاي أخبار كتير مهمة حصلت إمبارح منها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع السادس للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 اللي هيعقد في شهر نوفمبر اللي جاي كمان إمبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع استعرض فيه مقترح مشروع العالمين ريفييرا السياحي بالمنطقة الغربية بمدينة العالمين الجديدة وده بحضور مسؤولي عدد من المكاتب الاستشارية والشركات المصرية والعالمية المشروع بيعتبر وجهة سياحية للساحل الشمالي على مدار العام وبيشمل إقامة 10.250 غرفة فندقية و3.975 شقة فندقية وبيوفر 30 ألف فرصة عمل إمبارح كمان التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية وتم استعراض خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق مستهدفات الرقمنة واستفادة جموع المواطنين من الاستثمار في سوق الأوراق المالية بالشكل اللي بيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030